بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن السعود الأحريبي إن شاء الله اليوم راح تتكلم في هذا الدرس عن تكاثر البكتيريا طبعا تكاثر البكتيريا كلنا نعلم أنه سريع جدا تنقسم كل خلية إلى خليتين من ثم إلى أربع من ثم إلى ثم إلى ثمان خلايا لذلك يمكن أن ينتج مليارات وترليونات من أنواع من البكتيريا عن خلية واحدة فقط طبعا تكاثر البكتيريا هذا العدد يكون تقريبا في يوم واحد هذا النوع من التكاثر يسمى الانقسام الانشطاري نقسم الخلية الواحدة إلى نصفين تنشطر إلى خليتين وهي تكاثر سريع جدا ولكن النسل الناتج عن المقسام متماثل وراثيا يعني كل خليتين متماثلة وراثيا يمكن أن يحصل أيضا تكاثر جنسي بين خليتين بكتيريا وهو حيث ترتبط خلية البكتيريا بواسطة أحداب توجد على جسمها وتنقل المادة الوراثية الـ DNA الحمض النووي من خلية ذكروية إلى خلية انثوية ثم يحصل عملية من أنواع العملية تسمها العملية الاقترانية بين الخليتين وإن شاء الله هذه العملية راح يتكلم عنها في الدرس الثاني إن شاء الله كان معكم الباحث خالد بن سعود الحنيبي